وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 44 طن من المواد الغدائية هذا وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 17.5 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية كما تم ضبط 605 قضايا من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 71 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفة تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية